موسيقى موسيقى مشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن اليوم لوقف إطلاق النار في غزة فورا موسيقى قوات تحالف حارس الازدهار تعترض زورقا مسيرا وتدمر صاروخين باليستيين أطلقتهما للحوثيين الحوثيون أطلقوهما وذلك باتجاه المحر الأحمر موسيقى وزر داخلية حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد إخلاء ترابلس من كافة التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان أهلا بكم من جديد أعلن نيت إيفانس المتحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستعرض مشروع قرارها اليوم الذي يشدد على وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتعرضه على مجلس الأمن الدولي لتصويت عليه وقال إن الولايات المتحدة تعمل جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع على قرار يدعم الجهود الدبلوماسية الهدفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن هناك تقاربا في المفاوضات الجارية في الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار في قطاع غزة وأطلاق صراح الرهائن وأكد بلينكين في مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري أن واشنطن تواصل الدفعة من أجل توصلي إلى اتفاق في الدوحة وقال بلينكين إن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح مشيرا إلى أن الأمر سيكون خطأ وقال أيضا هو غير ضروري من جهته فيما أكد وزير الخارجية المصري رفض محاولات تهجير الفلسطينيين معتبرا أن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما شدد على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح نعمل مع مصر وقطر وكذلك إسرائيل على مقترح قويل وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة وحماس استجابت له الوسطاء مستمرون بالعمل والفجوات تقلص ونستمر بالعمل للتوصل إلى اتفاق في الدوحة كما أريد أن أشير إلى أن هناك إجماعا واضحا من دول المنطقة على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وكما ذكرنا سابقا أمريكا تعمل على مشروع قرار ملزم لوقف النار أتصور أن هناك أرضية كبيرة من التوافق فيما يتعلق بالتناول القضية هناك اتفاق على أهمية وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وأن يتم ذلك في أقرب فرصة حتى يكون هناك مجال للتهدئة مجال لزيادة حجم المساعدات هناك تقدير لخطورة الوضع الإنساني في القطاع وضرورة التعامل معه وبالتالي وضعنا هذه الأدية على مستوى المسؤولين المتخصصين لإيجاد الوسائل التي تزيد من حجم المساعدات أستطيع أن أؤكد بأن تصريحات رئيس بايدن تصريحات الوزير في كل مناسبة أكدت توافق الرؤى فيما بيننا حول الرفض التام لأن تكون هناك عمليات عسكرية في رفح في ظل الظروف الإنسانية الحالية والمخاطر المترتبة على ذلك سواء على الوضع الإنساني سواء فيما يتعلق به قضية التهجير في إطار تصفية القضية الفلسطينية أو في الضغط ونقل العبء إلى دول أخرى سواء كانت مصر أو الأردن وما قد يترتب عن ذلك من تعقيدات في إطار العلاقات الإقليمية وتضع ضغوط كبيرة من الناحية السياسية فيما يتعلق بالقدرة على استمرار العمل المشترك وإيجاد الحلول للتحديات والتفعيل التنفيذ الكامل للمشروع للشعب الفلسطيني كشفت مصادر الحدث عن تفاصيل خطة أمريكا لإسرائيل بشأن عمليات رفح وقالت المصادر إن الخطط الأمريكية التي اقترحتها على إسرائيل بشأن رفح تتضمن إنشاء منطقة آمنة ومعزولة تماما وإضافت المصادر نفسها أن الخطط بشأن رفح تتضمن وغفة حليق الطيران الإسرائيلي فوق المنطقة الآمنة حتى الاتحاد الأوروبي إسرائيل لعدم القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية الاتحاد الأوروبي أوضح نشن عملية عسكرية في رفح المكتظة بالسكان وبالنازحين من شأنها يفاقم من الأوضاع الإنسانية التي وصفها بالكارثية كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للتوصل لهضنة إنسانية فورية في قطاع غزة تؤدي لوقف مستدام لإطلاق النعر أما إنسانية فشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيصال المساعدات للمدنيين في غزة بشكل آمن وكامل قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها لا الانتقام كما قال بوريل إن مجلس الاتحاد الأوروبي سيطلب وقفاً مستدام لإطلاق النعر في غزة فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونو جوتيريش إلى وقف إطلاق النعر في غزة معتبراً أن القتل بلغ مستوى غير مسبوق لم يشهده منذ بداية ولايته على حد قوله مستوى القتل في غزة بلغ مستوى غير مسبوق ويقتضي وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة مثل ما ندين اعتداءات السابع من أكتوبر ومثل ما ندين انتهاكات القانون الإنساني الدولي الأخرى من قبل حماس فإننا ندين أيضاً مشاهد قتل المدنيين في غزة إلى مستوى غير مسبوق لم أشهده منذ أن بدأت ولايته جوهر القانون الإنساني الدولي يتمثل في حماية المدنيين يتوجب علينا التمسك بالمبادئ بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس معيل هنية بحث آخر التطورات للحرب على قطع غزة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين حيث أطلع عبداللهيان هنية على آخر التحركات الدبلوماسية الإيرانية لوقف الحرب بما فيها الاجتماعات الدولية المتعلقة بفلسطين نشرت حركة حماس لقطات فيديو تظهر المقاتلين من الحركة يطلقون النار على الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة وقالت الحركة في بيان إن مقاتليها أطلقوا النار على دبابات إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة افدت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما قصفت طائرات إسرائيلية منزلاً في مناطق من دير البلد فقدت منظمة الصحة العالمية التي صال مع العاملين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المستشفى وبمحيطه مدير منظمة الصحة العالمية أوضح في منشور على منصة أكس أنه تلقى تقارير تفيد باعتقال واحتجاز عدد من العاملين بالرعاية الصحية في المستشفى كما أضاف المسؤول الأممي أن الوصول لمستشفى الشفاء أصبح أمراً مستحيلاً هذا وطلب المدير منظمة الصحة العالمية بضرورة حماية المستشفيات وفقاً للقانون الدولي الإنساني وعدم تحويلها لساحة معارك وأيضاً في ملف المساعدات دعا إسرائيل لفتح المزيد من المعابر وتصريع دخول وتوصيل المياه والغذع والأمدادات الطبية لغزة رجحت لجنة حقوق الطفل تابعة للأمم المتحدة أن يكون العدد الفعلي لوفيات الأطفال نتيجة الجوع في قطاع غزة أعلى بكثير مما هو معلن قالت اللجنة في تقريرها إن 27 أو 27 حالة وفاة للأطفال أعلنت نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة وفقاً لوزارة الصحة مرجحاً أن يكون العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير بسبب الجوع أضاف التقرير أن كل دقيقة تمر تخاطر بموت طفل آخر جوعاً كما حذرت اللجنة من أي اقتحام عسكري لرفح قائلة أنه سيؤدي لانهيار اعترضت قوات تحالف حارس الازدهار زورقاً مسيراً أطلقته الميليشيا الحوثية لتهديد حركة الملاحة بمنطقتين البحر الأحمر وباب المندب وفقاً لبيان للقيادة المركزية الأمريكية فإن قوات التحالف نجحت أيضاً بتدمير صاروخين باليستيين مضضين للسفن أطلقهما الحوثيون باتجاه البحر الأحمر دون تشجيل إصابات أو أضرار لسفن البحرية الأمريكية أو قوات تحالف حارس الازدهار قال دبلوماسي أوروبي للحدث إن الأسطول الأوروبي رافق 35 سفينة تجارية وأسقط 9 مسيرات وصد 3 هجمات حوثية منذ 19 فبراير فيما أكدت مسؤولة كبيرة في البنتاجون بأن الحوثيين نفذوا ما لا يقل عن 50 هجوماً على سفن قبالة سواحل اليمن منذ الخريف وأقر مسؤول دفاعي آخر بضعف الرد الأمريكي أما المبعوث الأممي إلى اليمن فحذر من إطالة فترة التصعيد في اليمن بأنها ستعقد مهمة الوساطة معتبراً أن الأطراف اليمنية قد تنجر مرة أخرى لحقبة جديدة من الحرب أمد استمرار التصعيد في اليمن أصبحت إمكانية الوساطة أكثر صعوبة ومع تزايد المصالح من المرجح أن تغير أطراف النزاع في اليمن حساباتها وأجنداتها التفاوضية وفي أسوأ السيناريوهات يمكن للأطراف أن تقرر الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تدفع اليمن مرة أخرى إلى حقبة جديدة من الحرب ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الحوثيين في اليمن أبلغوا الصين وروسيا بأن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج أيضاً عدن دون التعرض لهجمات توصلت الصين وروسيا إلى تفاهم بعد محادثات بين دبلوماسيها في عمان ومحمد عبد السلام أن كبار الشخصيات السياسية في الحوثيين وفق ما ذكرت بلومبرغ قابلت بذلك كما يشمل التفاهم المبرم بين الدولتين والحوثيين أن تقدم الدولتين الدعم السياسي للحوثيين في هيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقاً لما ذكرته المصادر يشاره إلى أن الدولتين قدمتا في وقت سابق دعماً للحوثيين تمثل بالامتنع عن التصويت على قرار نعته الولايات المتحدة واليابان أدان بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه سيتم إخلاء العاصمة من كافة التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان وكان قد ذكر في فبراير الماضي أنه سيتم قريباً إخلاء العاصمة من القوات التابعة لأجهزة الأمن العام والردع ولمكافحة الجريمة والمناقة وأيضاً الإرهاب ودعم الاستقرار وأيضاً لوائين عسكريين وغيرهما من التشكيلات المسلحة أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس خرج عن السيطرة بعد اقتحام مسلحين للمعبر مساء الاثنين وقالت الداخلية في بيان أنها قالت أنها أمرت بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية حفاظاً على الأرواح والممتلكات ذكرت وسائل إعلام الليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس مساء الاثنين واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية وعقب تبادل إطلاق النار أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير من جانبها لأسباب أمنية وفق ما نقلت الإذاعة المحلية وأيضاً يدير المعبر من الجانب الليبي ميليشيات تابعة لمدينة الزوارة كما يتنافس المجلس العسكري وحكومة بيبا على إدارته هذا فيما أعلن وزير داخلية حكومة الوحدة الليبية أيضاً أن مديرية رأس جدير تعاني من قلة العناصر الشراطية المدربة مشيراً إلى أن القوة التي انسحبت من معبر رأس جدير حفاظاً على الأرواح والممتلكات كان قوامها مئة عنصر على متن عشرين آلية عسكرية أنا أعتدر من كل أفراد الشرطة اللي كلفتهم وزارة الداخلية ونعلى رأسهم وهم عدد مئة شرطي دهبوا إلى منفذ الرجدير لدعم مدير الأمن لما تمر به هذه المديرية مديرية منفذ الرجدير من سوء تنظيم وقلة العناصر الخيرة ودهبت القوة لمساعدة المدير الأمن والأفراد الموجودين في هذه المديرية ولكن تقوا وتأكدوا عندما تم رسال هذه القوة كان الهدف وطني وهدف بسيط جداً إحنا بعتناش قوة بمئة السيارات ومن درجة المسلحة التقيلة والمتوسطة بعتنا قوة عادية جداً لتتعدل عشرين سيارة مئة عنصر شرطة من جميع نيبي نددت نقابة المحامين التونسيين بتردي أوضاع الحرية في البلاد نقابة المحاميين التونسيين أكدت في بيان اللحة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات المواطنين بجميع الوسائل المتاحة خاصة في ظل ما وصفته النقابة استغلال السلطات للمرسوم الرابع والخمسين الخاص بجرائم الاتصالات لقمع حرية التعبير ذلك من خلال اعتقال عشرات المحامين والناشطين السياسيين وممارسة ما اعتبرته النقابة ترهيباً وتخويفاً ضد أصحاب الرأي المخالف للسلطة الحاكمة أعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في السابع من سبتمبر المقبل أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلاً في ديسمبر ذلك بحسب بيان للرئاسة وقال البيان إن الهيئة النقبة ستستدعى يوم الثامن من يونيو المقبل فيما صدر القرار بحسب بيان الرئاسة إثر اجتماع ترأسه الرئيس تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيس غرفتاء البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية هذا وتنتهي ولاية الرئيس الحالي التي تستمر خمس سنوات في ديسمبر المقبل ولما يعلن تبون ما إذا كان سيترشحه لولاية ثانية قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إنه حث الحكومة السورية على التفاعل بخطوات ملموسة من أجل حل الأزمة في البلاد مؤكداً بأن المسار السياسي لأزمة سوريا يجب أن يتحرك الحل الوحيد هو الحل السياسي الشامل وفي هذا الشهر تناولت الأزمة مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس هيئة التفاوض السورية والنظراء من روسيا وإيران وتركيا والصين والدول العربية والولايات المتحدة ودول أوروبية ورسالتي كانت واضحة المسار السياسي يجب أن يتحلحل وأذكركم أن الأفكار الملموسة مطروحة على المائدة في دمشق عملت على التفاعل في حوار معمق وثابت وهذا سيكون أساسياً لاتخاذ خطوات متقابلة ومتبادلة من كافة الأطراف بدوره طلب مندوبه سوريا في الأمم المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق فيما أكد الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة قد فضلت صم آزانها والتعامي عن رؤية ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات تستحق الإشادة والدعم لا سيما وأنها تحققت في ظل ظروف غير اعتيادية وفي مواجهة تحديات جسيمة خلفتها سنوات من الحرب الإرهابية وأعمال العدوان والوجود العسكري اللاشرعي والتدابير الانفرادية القسرية اللا إنسانية سيد الرئيس إن الحكومة السورية ملتزمة بمواصلة تعاونها البناء مع الأمم المتحدة ومع غيرها من الشركاء في العمل الإنساني والتنموي في لبنان يتخوف أهالي مدينة طرابلس شمال البلاد من وجود مواد كيميائية في منشأة النفط هناك حيث كانت شركة أجنبية قد أصدرت تقرير بضرورة إزالتها ورغم هذه التقارير التي صدرت قبل ثلاثة أعوام إلا أن أي من الإجراءات لم يتخذ لطمأنة الأهالي تخوف السكان هناك من تكرار تجربة انفجار مرفأ بيروت على بعد 85 كم من مرفأ بيروت قصة مشابهة تبسط الرعب بين الأهالي وتخوف من تكرار سيناديو الفجار الرابع من آب هنا في طرابلس فما الذي يحدث على بعد أمطار من مئات الأبنية السكنية؟ 150 ألف شخص يعيشون في منطقة البداوي القريبة من انشاءات النفط الطرابلسية وصائق انتشرت مؤخراً حذرت من وجود مواد كيمائية تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة يكمل زكريا عمله هنا لكنه يتخوف من أي انفجار قد تتسبب به هذه المواد خاصة وأن المواطنين لم يحصلوا على شرح مفصل لنوعيتها هذه النترات أمنيوم شي بيخوف لسه محلوف فجرت رحت المنطقة كلها ونحن بنتمنى يشيلون ما يحطون بأي منطقة يطلعون لبرة ليش يخطروا هذه المنطقة البداوي بالزات؟ لنحن من بشر يعني نحن بنظرون بداية هذا العام تم إبلاغ رئيس اتحاد بلديات الفيحاء بوجود هذه المواد فحصل على مراسلات بين وزارتي الداخلية والطاقة نبهت عبرها وزارة الداخلية على ضرورة إزالة المواد ليأتي رد وزارة الطاقة بأن شركة أجنبية كشفت بالفعل على مركز التخزين فتبين وجود مواد كيمائية في منشأتين طرابلس والزهراني إضافة إلى مواد نووية شديدة الخطورة في طرابلس وبعد انفجار مرفق بيروت في حدا من الضباط الجيش كشف هالمواد هيدية ورفع كتاب لعكية الجيش من بهالحالة هن طلبوا كشف من شركة اسمها AMBH كشفت على هالمواد وعطتنا تقرير أنه هالمواد هي خطرة ومشعة نحن لأنه وعدونا بالبيان وبالاتصالات اللي عملنا أنه هيكون فيه مثل ما بيقولوا الدفتر الشروط حيفضوا العروض بالنسبة لأنه ترسي على شركة معينة بتاريخ 12 ثلاثة وهالشي ما حصل ما رسيت ولا عشركة من شهناك مثل ما قالنا ما نطالب المعنيين ونعلي الصرخة كتير أنه المفروض هالمواد الكيبوية تترحل بأسرع وقت مثل ما قالنا الحياة الناس هي ليست بيد حدا وليس بلعبي بيد حدا تاريخ بيانات وزارة الطاقة يعود لثلاثة أعوام ورغم أن مناقصات متعددة أجريت إلا أن أي شركة لم تزل حتى الآن المواد علما أننا حاولنا لقاء وزير الطاقة دون أن نوفق غنو يتيم الحدف ترابلس في باريس تشهد الأحياء التي يقتنها فرنسيون من أصول المهاجرة حضورا بارزا لشهر رمضان على الحياة اليومية تتميز الأحياء مثل سالينجراد وغيرها بظهور التقاليد الرمضانية بوضوح في الطعام واللباس ومواقيت الصلع ورفع الأذان ما يمنح الأحياء هذه أجواء شبيهة بالبلدان العربية خلال الشهر المبارك في قلب العاصمة الفرنسية عندما تدخل إلى هذه الأحياء الشعبية في الدائرة العشرين يخيل إليك أنك غادرت فرنسا إلى بلد عربي حيث يحضر شهر رمضان في كل تفصيل ينزع عن الحي مؤقتا هويته الفرنسية فينغمس سكانه بشكل كامل في تقاليد وعادات الشهر الفضيل على جانبي الشارع في بيلفيل تنتشر المطاعم والمحال التجارية والمكتبات الإسلامية جميعها تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك والمشهد الأكثر إثارة هو عندما يتوافد المارة من المهاجرين والفرنسيين المسلمين بكثرة إلى هذا الحي خاصة قبيل موعد الإفطار فهناك من يبحث عن مستلزمات مائدته الرمضانية وهناك من يأتي فقط للاستمتاع بالأجواء الروحانية والتقاليد الرمضانية الظاهرة في كل ناحية وعندما يحين موعد الإفطار يصبح الشارع شبه خال بينما تمتلئ المطاعم بالزبائن الصائمين الذين ينتظرون هذه الوجبة بكثير من الحماس والحنين إلى لمة العائلة في بلادهم الأصلية زين عدي باريس بهذا نصر بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه في ختامها أشكر لكم كرما متابعة ونذكركم إمكانية متابعة مواقع التواصل الخاصة بقناة الحدث والتفاعل معها بالإضافة إلى تصفح الموقع الإلكتروني للقناة الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر